تستمر العصفة الثلجية هوركليس التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا في العصف بأغلب المناطق وسط خسائر بشرية ومادية جسيمة خسائر بشرية ومادية تسببت فيها العصفة الثلجية التي أطلقت عليها أجهزة الأرصاد الجوية اسم هوركليس العصفة اجتاحت شمال شرقي الولايات المتحدة وشرق كندا في موجة سقيع قطبي لم تشهدها البلاد منذ العام 1968 عشرات الأشخاص قتلوا منذ بداية العصفة بين حوادث سير وصلت إلى 600 حادثة في ولاية نيويورك وحدها فيما وصلت تساقط الثلوج مستوى قياسيا أعلىه كان في بوكسفورد شمال بوستن حيث بلغت سماكته 61 سنتيمترا مع تدن لدرجات الحرارة وصل إلى 20 درجة تحت الصفر أكثر من خمسة ألف رحلة طيران ألغيت في الولايات المتحدة منها ما يقارب 1700 في مطار نيويورك وحده وتم تأجيل مواعيد مئات الرحلات الأخرى من وإلى المطارات الثلاثة نيويورك وليغورديا وجون كاندي لقد استمروا في تأجيل الرحلة وتأجيلها وتأجيلها وبقينا أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة ننتظر حتى أخبرونا في النهاية بأنها ألغيت السلطات من جانبها حذرت أن الساعة القادمة سيكون السقيع فيها على أشده كما ستصل درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها مع استمرار التحذير بالبقاء في المنازل وتعطيل المدارس والمكاتب الحكومية الأخرى وفي كندا اشتحت العاصفة كافة مناطق الوسط الشرقي فيما تدنى الدرجات الحرارة إلى مستوى قياسي وصل إلى ما يقارب 44 درجة تحت الصفر في مدينة بارنت شمال مونتريال فيما تتوقع الأرصاد الجوية الكندية المزيد من الثلوج الأيام المقبلة هذه العليان العربية